أسبوع جديد من الحملات الانتخابية في بريطانيا عنوان هذا الأسبوع البرامج الانتخابية أول حزب سيعلن عن برنامجه الانتخابي أو المنفستو هو حزب الديمقراطيين الأحرار هذا الحزب ليس حزباً صغيراً له تمثيل لبأس بي في البرلمان بل إنه كان شريكاً في الحكومة الإتلافية التي شكلها ديفيد كاميرون زعيم حزب المحافظين السابق قبل 15 عاماً التعهد الأهم الذي قدمه الديمقراطيون الأحرار بأنهم سيخصصوا 9 مليارات جنيه ستليني لهيئة الخدمات الطبية لمواجهة المشاكل الكثيرة التي تعاني منها هذه الأموال سيتم تدبيرها في برنامج حزب الديمقراطيين الأحرار من خلال فرض ضرائب أكبر على البنوك والمؤسسات الاستثمارية والمالية الكبرى في بريطانيا أما السنة الثانية لهذا الأسبوع فهي الغياب الكامل لريشي سوناك رئيس الوزراء ومزعيم حزب المحافظين عن أي ظهور إعلامية يأتي ذلك بالطبع بعد الهجوم العنيف الذي تعرض له سوناك بسبب غيابه عن اليوم الأخير من احتفالات النورماندي أو الذكرى الثمانين ليوم الإنزال في نورماندي وبدأ هزيمة النازية هذا التصرف من قبل ريشي سوناك كان فرصة لمعارضيه وأيضا لعدد من أعضاء حزبه لشن هجوم من عنيف عليه ووصفه بأنه يفتقر إلى الوطنية وهذا التصرف بالتأكيد ستكون له تداعيات على حملة ريشي سوناك الانتخابية وقد غاب أعلاميا تجنبا لتعرضه لأي أسئلة محرجة من قبل الصحفيين خلال هذه الأيام أشوف سعد سكانيوز عربية لندن